اشتركوا في القناة وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله دعينا المولى جلت قدرته ان يكون عام خير على ابناء البحرين والامتين العربية والاسلامية ثم نوه المجلس بما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من تكريس للعدالة ومكافحة التجار بالاشخاص والتي تحظى بكامل الدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا الى التزام مملكة البحرين في حفظ حقوق الجميع في مختلف الظروف والذي عكسه ما حظي به الجميع من مواطنين ومقيمين من رعاية واهتمام خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك في سياق تنويه المجلس بالانجاز الذي تحقق لمملكة البحرين دوليا للمرة الخامسة على التوالي بمحافظتها على تصنيفها ضمن الفئة الاولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وهو اعلى تصنيف دوليا سنوي في هذا المجال حيث وجه المجلس الى الاستمرار في بدل الجهود للمحافظة على هذا الانجاز المتميز لذلك وجه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء لموصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسئولية تجاه المال العام معربا عن الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ولكل من ساهم ويساهم في الكشف عن من يثبت بحقهم اي مخالفات مالية وادارية بعدها كدى المجلس دعم مملكة البحرين للمبادرات التي تعزز الشراكة والتكامل الصناعي مع الدول الشقيقة حيث اشار المجلس في هذا الصدد الى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم الى جانب مملكة البحرين الاشقاء في دولة الامهرات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية حيث تتيح تكاملا بين المقاومات والامكانات والخبرات التي تملكها الدول في المجالات الاقتصادية والصناعية بما يوفر فرصا صناعية تسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة تنافسيته ثم رحب المجلس بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية اوكرانيا على الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا واوكرانيا عبر البحر الاسود وبهميته في توفير الامن الغذائي وتغطية النقص في كميات الحبوب وارتفاع الاسعار حول العالم واكدا ان المفاوضات والحوار هو السبيل الافضل للتوصل الى حلول بناء للمسائل الخلافية بين البلدين بعد ذلك قرر المجلس مايلي اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة لجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقديرات الاولية للميزانية العامة للسنتين 2023-2024 مذكرة لجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشروع بمرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون بانشاء صندوق التقاع لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون بشأن ادارة واختصاصات الصندوق ثالثا المذكرة لجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن التعديلات المقترحة على بعض التشريعات إثر تغير مهام بعض الوزارات في ضوء التعديل الوزاري الذي تم مؤخرا مذكرة لجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن رد الحكومة على مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب خامسا المذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن تعزيز تنافسية مملكة البحرين في الأنشطة التجارية بما يدعم النمو الاقتصادي سادسا مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة لجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام 2022 والتي أظهرت تسجيل المؤشرات الاقتصادية لمستويات عالية من الأداء ما يعكس الجهود المبذولة بروح الفريق الواحد لتنفيذ البرامج والخطط الداعمة لتنمية المسارات الاقتصادية وفي مقدماتها خطط التعافي الاقتصادي بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقرير الوزاري بنتائج المشاركة في معرض فانبررة الدولي للطيران اشتركوا في القناة